موسيقى طلبتنا العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة الصف السادس الأدبي ضمن الإسبوع الثالث عشر نقدم لكم موضوعا في النقد الأدبي موضوعنا اليوم هو مذهب الرومانسية وكذلك مذهب الرمزية وصلتنا إجابتكم مشكورين قبل ذلك ننوه أن هذه الأسئلة وحلولها في منصة نيوتن التعليمية عبر الرابط الموجود في أسفل الشاشة وصلتنا إجاباتكم كثيرة شكرا طلبتنا العزاء وسنعرض بعضا منها الإجابة الأولى للطالبة فاطمة قصي من إعدادية العقيلة تربية الرصافة الثالثة شكرا لإدارة المدرسة وشكرا للطالبة أجابت عن السؤال الحادي والعشرين والذي يقول عرف الرومانسية واذكر خصائصها عرف الرومانسية واذكر خصائصها الجواب الرومانسية هو اتجاه أدبي يتميز بطغيان العاطفة على ما عداها أي هذا المذهب تميز بطغيان العاطفة على غيرها من مقومات ويكون فيها تتفجر الأحاسيس والمشاعر وتماديها أحسنتي طالبتنا العزيزة فاطمة على هذه الإجابة اللي هي نموذجية وخصائصها الاحتجاج على سلطان العقل أحسنتي وخصائصها الاحتجاج على سلطان العقل إذن الآن خصائص الرومانسية خصائصها خصائص الرومانسية هي الاحتجاج على سلطان العقل كذلك النقطة الثانية العودة إلى المصادر الشعبية والقومية بعد أن كانت الكلاسيكية المذهب الذي سبق الرومانسية هو مقتصر على الملوك والأمراء هنا كانت مصادر الرومانسية اللهجة المحلية أو المصادر الشعبية لأن قلنا سابقا أن كل مذهب تلا مذهب آخر هو ثورة على المذهب الذي سبقه واضح؟ كذلك التمرد والبناء التمرد على مذهب الكلاسيكية أحسنتي طالبتنا فاطمة كذلك ذكرت طالبتنا فاطمة النقطة الرابعة العودة إلى الطبيعة واتخاذها إطارا للمشاهد القصصية إذن أحسنتي كذلك الولع بالتغرب والغريب الولع بالتغرب أصر الرومانسيون على أن يجلبوا إلى النص الأدبي غريب الألفاظ ووحشيتها وهذا نراه أيضا سننوه عليه في الأدب العربي إذن بعد أن كان أدب ملتزم في الكلاسيكية ظهرت ثورة الرومانسية على المذهب السابق كذلك أجابت الطالبة مشكورة السؤال الثاني والعشرون الجواب الكلاسيكية السؤال ماذا يقول؟ ما الفرق بين الكلاسيكية والرومانسية؟ كان جواب الطالبة كان جواب الطالبة الجواب الكلاسيكية خاطبة العقل الكلاسيكية خاطبة العقل أما الرومانسية غزارة العاطفة في الرومانسية العاطفة غزيرة فيذهب العقل لأن هنا تناسب عكسي كذلك الحقيقة قابله في الرومانسية الخيال أكدت الكلاسيكية على الحقيقة والرومانسية على الخيال الجامح كذلك الكلاسيكية تقليد ومحاكاة تقليد القديم كما ظهر في مدرستنا مدرسة الإحياء التي أحيت القديم من الشعر المجيد في العصر العباسي أو العصر الأمون الآن هنا في الرومانسية في النص الأدبي جمال ووصف أخاذ جمال ووصف أخاذ إذن التحرر بدأ في المذهب الرومانسي كذلك الموضوعية في الكلاسيكية الموضوعية واضح الرومانسية كان أدب ذاتي واضح كان أدب ذاتي غزارة البكاء والتحسر في الرومانسية لكن قابله الجدة في الكلاسيكية وهو أدب موجه أدب موجه وقلنا عليه أدب ملتزم لأن الشكلانيون الذين يهتموا بالشكل هم من دعاة الكلاسيكية السؤال الثالث والعشرون عرف الرمزية أجابت الطالبة مشكورة هي مدرسة جديدة عملت على محورين التقاط التجربة الشعرية في أخصى حدودها والثاني التماس لإطار الفني الحر المرن إذن الرمزية أحدثت طفرة في المذاهب لأنها بدأت تعمل في الأفكار وتحتاج إلى متلقي مثقف أكثر من الكلاسيكة والرمانسية مشكورة إدارة مدرسة الطالبة فاطمة قصي وكذلك مشكورة الطالبة على جهودها الآن سننتقل إلى عفواً سننتقل إلى أجوبة لجنة اللغة العربية في مديرية التلفزيون التربوي ونعود إلى السؤال الأول أو السؤال الحادي السؤال الحادي والعشرون ماذا يقول؟ عرف الرمانسية واذكر خصائصها عرف الرمانسية واذكر خصائصها الجواب هو اتجاه أدبي بما يتميز يتميز بضغيان العاطفة على ما عداها من مقومات إذن ضغيان العاطفة فاقت كل المقومات الأخرى وتفجر الأحاسيس والمشاعر وتماديها وخصائصها وخصائصها الاحتجاج على سلطان العقل الاحتجاج على سلطان العقل العودة إلى المصادر الشعبية العودة إلى المصادر الشعبية التمرد والبناء التمرد والبناء الخصيص الرابعة العودة إلى الطبيعة واتخاذها أطاراً للمشاهد القصصية الولعب التغرب والغريب والابتعاد عن اللغة الكلاسيكية المتميزة بالجزالة والترفع والتصنع إذن لم يعد الرومانسيون يهتمون بالشكل الاهتمام الأكبر كانوا موضوعيين في طرحهم الآن سننتقل إلى السؤال الثاني والعشرين السؤال الثاني والعشرين من الأسبوع الثالث عشر الفصل الثاني ماذا يقول ما الفرق بين الكلاسيكية والرومانسية الفرق بين الكلاسيكية والرومانسية الفرق أن الكلاسيكية خاطبت العقل أولا ثم الحقيقة كذلك هي تقليد ومحاكاة للقديم وكانت في طرحها موضوعية وكان أدب موجه كان أدبا موجه إذن الكلاسيكية هذه الخصاص عزيز الطالب يجب أن تحفظ كذلك الشاعر الرومانسي أو الأديب الرومانسي بما امتازه؟ امتازه بغزارة العاطفة كذلك العاطفة ماذا ترتبط؟ ترتبط بالخيال ترتبط بالخيال كذلك اتخذ من النص الأدبي جمال ووصف أخاذ اتخذ من النص الأدبي جمال ووصف أخاذ كذلك كان أدب ذاتي كان أدب ذاتي وكذلك مليء بالبكاء والتحسر مليء بالبكاء والتحسر عزيز الطالب هناك أغراض هي خاصة في المذهب الرومانسي وهو مثلا الغزل الغزل يتصف بالصفات التي تصفت بها الرومانسية غزارة العاطفة وكذلك الخيال والبكاء والتحسر ننتقل عزيز الطالب إلى السؤال الثالث والعشرين ننتقل إلى السؤال الثالث والعشرين ماذا يقول؟ ننتقل الآن إلى المذهب الثالث وهو الرمزية الرمزية عرف الرمزية عرف الرمزية الجواب هي مدرسة جديدة عملت على محورين ما هم المحورين؟ التقاط التقاط التجربة الشعرية في أقصى نعومتها التقاط التجربة الشعرية في أقصى نعومتها والثاني التماس الإطار الفني الحر المرن التماس الإطار الفني الحر المرن الآن سننتقل إلى السؤال الرابع والعشرين السؤال الرابع والعشرين ماذا يقول؟ للرمزية خصائص ما هي؟ ما هي أهم؟ خصائص المذهب الرمزي الجواب واحد الإبتعاد عن الوضوح والدقة غاية الكاتب الرمزي أنه يبتعد عن الوضوح والدقة وهذا ماذا يحتاج؟ قلنا في الأدب والنصوص يحتاج إلى قارئ مثقف يحتاج إلى قارئ مثقف إذن كتب النص الأدبي الذي ينتمي إلى المذهب الرمزي كتب للنخبة المثقفة كتب إلى النخبة المثقفة إثنين دخول عالم لا محدود دخول عالم لا محدود كذلك الرمز هو أنصر الأفكار والرؤى الرمز هو أنصر الأفكار والرؤى إذن الأول الإبتعاد عن الوضوح والدقة وكذلك دخول عالم لا محدود والرمز هو أنصر الأفكار والرؤى كذلك النقطة الرابعة العناية بالموسيقى الشعرية العناية بالموسيقى الشعرية كذلك خامسا لغة الإحساس لغة الإحساس السؤال الذي يتبادر إلى الذهن أو قد يسأل نساء من الطلاب هل الإحساس غير موجود في الكلاسيكي؟ لا موجود لكن هنا بنسبة كبيرة جدا هنا بنسبة طغت على ما هو في المذهب الكلاسيكي والملهب الرومانسي كذلك الذاتية هل هي لم توجد في الكلاسيكي؟ لا موجودة لكن في الرومانسية طغت على المذهب الأخرى واضح؟ كذلك النقطة السادسة الغموض نعم إذا كان يتحدث الأديب عن الرمزية وعن الإيحاء وعن عدم الوضوح واللا محدود فلا بد هذا يكون يكون الناس غامضا يكون الناس غامضا الآن سننتقل عزيز الطالب إلى السؤال الأخير وهو السؤال الخامس والعشرون ما هي الواقعية؟ الآن دخلنا إلى المذهب الرابع والمذاهب الأدبية عزيز الطالب هي أربع مذاهب الكلاسيكية ثم تلتها الرومانسية ثم الرمزية ثم الواقعية ما هي الواقعية؟ ومن أين يستمد الواقعيون تجاربهم؟ ما هي الواقعية؟ ومن أين يستمد الواقعيون تجاربهم؟ هذا سؤال مهم جدا الجواب الواقعية مذهب أدبي مذهب أدبي يقوم على الواقع وهو الموجود حقيقة في الطبيعة والإنسان في الطبيعة والإنسان إذن التعريف مذهب أدبي يقوم على الواقع وهو موجود حقيقة في الطبيعة والإنسان إذن ماذا يشكل الواقع؟ الواقع يشكل الطبيعة والإنسان والواقع نوعان حقيقي وفني والواقع واقع حقيقي وهناك واقع فني الفرع الثاني من السؤال من أين يستمد الواقعيون تجاربهم ويستمد الواقعيون تجاربهم من مشكلات العصر الاجتماعية لأنه الواقع الاجتماعي واضح كثيرون هم من كتبوا في الواقع الاجتماعي موجود في الأدب والنصوص حافظ إبراهيم وهو شاعر شاعر المجتمع واضح أو شاعر القضية الاجتماعية وشخصياتهم مأخوذة من الطبق البرجوازية شخصياتهم أما مأخوذة من الطبق البرجوازية أو طبقة الكادحين أو طبقة العمال واضح ولهذا ظهر النوع سنعرضه في الأسبوع الروع عشر نوع من الواقعية وهي الواقعية الاشتراكية التي مثلت طبقة العمال والتي ظهرت في روسيا إذن الواقعية تأخذ أما من الطبقة البرجوازية وأما من طبقة العمال إذن أعزائي الطلبة قدمنا لكم طلبة الصف السادس الأدبي موضوع المذاهب للنقد الأدبي شكرا لإصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة